لا يوجد هناك صفقة قرن هناك انذار للقرن انذار للقرن جوهره أنكم كفلسطينيين واردنيين رسميين أو شعبيين هزمتم بالمنازلة التاريخية هذا الموقف الصيوني الأمريكي هزمتم بالمنازلة التاريخية عليكم أن تقروا بذلك ولستم مدعوين إلى طاولة الفعل السياسي وإنما لطاولة الأثر الاقتصادي اليوم أمام ما يقال ويجري ترويجه من قرار ضم وهو قرار نهب واستيلاء لكنه يبدو للعامة أو لبعض النخط تحاول أن تروجه وكأنه جديد لكنه بداية ما بعد هزيمة 1967 بدأ هذا الحديث في مشروع ألون ولذلك الكيان الصيوني حاسم قاطع مانع يتعامل مع الضفة الغربية الضفة الفلسطينية أنها يهودة والسامرة ودائما يعاد إنتاج هذا المخطط اليوم إعلان قد أجي اليوم أو يومين أو ثلاث لكن على الأرض نتنياهو وفريقه الحاكم يجري رمي وفت مئات الملايين ولما منتحدث عن قرار الاستيلاء على المستوطنات والأغوار منتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن 10% من مساحة الضفة الغربية اللي هي المستوطنات و20% من مساحة الضفة الغربية اللي هي الأغوار اليوم منتحدث عن مناطق اسمها A وB وC وإيه هذه المنطقة تشكل 18% وC تشكل 21% وC تشكل 61% الضم المنشود من قبل الكيان الصهيوني يمتد ليصل 30% من أصل الـ 5100 كم مربع ولذلك الآن التخريجات سواء ضم جزئي ضم بـ 2 الشهر بـ 10 الشهر الآن العوامل الدولية بتداخل الأوروبية الأمريكية لكن عقيدة الكيان الصهيوني مبنية على اللي هي الأساس اللي هي عقيدة صهيونية تتعامل مع الضفة يهودة والسامرة لا تماس بين حكم ذاتي الآن زائد يسمى مع الأردن وكامل هذه الحدود تحت السيطرة الصهيونية إذن المخطط واضح للجميع من يعتقد أن هناك جديد الجديد أننا أمام مرحلة الاستحقاق ويحاولون في هذه اللحظة الضغط أولا تصفية القضية الفلسطينية لذاتها والضغط على الأردن كدولة اليوم الدولة من حيث لما منحكي الوصاية الهاشمية لما منحكي على طيب إذا تسمح لي أن يحاولوا بنصف دقيقة أن يحاولوا الاستفادة من التحديات التي تواجهنا إن كان الكورونا أن تواجه الأزمة الاقتصادية وخلافه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر